فقطك لهذا الأسبوع لهذه الفترة برج الجوزاء أنت في موقف قوة وأنت الآن مسيطر على نفسك مسيطر على أعصابك على عواطفك وأنت تشعر بالقوة تجاه موقف معين أو شخص معين أنت تحبه وأنت تشعر بأنك متحكم الآن بعواطفك ومشاعرك تجاهه ولا تظهر له أي مشاعر في هذه الفترة ربما أنت تريد هذا أن يكون أنت ترى الحبيب الآن في وضع استشفاء فربما كان هو مريض ويريد الاستشفاء أو العلاج في هذه الفترة أو ربما تراه متبعد أجل الحبيب متبعد عنك ولكنه جدا يحبك يراك وكأنك السول الميت ويتمنى الرجوع إليك إذا كنتم منفصلين هو جدا يحن بالرجوع إليك وبإعارة الذكريات الجميلة التي كانت بينكما هو يراك بالفعل هو يراك الصول الميت هو يراك الشخص المناسب الذي كان يتمنىه منذ زمن هو يراك بأنك أنت المكمل لحياته والمكمل لروحه أنت الوحيد الذي تفهمه في هذه الحياة ولا يتمنى أحد غيرك هو جدا يفتقدك ويحن إليك من هذا البعض طاقتك عزيزي لهذه القراءة أنت الآن في موقف حيرة وفي موقف وقف مع النفس وحيرة من اختيار في الاختيار فربما أنت وهذا الشخص متباعدين الآن أو في خصام في خلاف وأنت الآن تريد السيطرة على نفسك وأنت تريد الجلوس مع نفسك لفترة معينة ولأخذ القرار بكل حكمة بدون أي تسرع وأنت يبدو أنك الآن أنت متباعد قليلا مع هذا الشخص ولا تحب أن تتواصل معه أو ربما أنت تراه أيضا هو متباعد طاقة الحبيب لهذه القراءة هو يعيش حياته هذه الفترة أو ربما هو في علاقة ثلاثية ما هي مشاعرك؟ أنت تشعر بأنك تفتقد لهذا الشخص كثيرا أنت تشعر بالحنين، بالشوق، بالبرد، بالجوع بالحاجة إلى هذا الشخص أنت جدا تفتقده وأنت تتمنى أن يكون في هذه الفترة بقربك لقد حصلت بينكما هناك احتمال مشكلة مادية أو مشكلة عدم ثقة بينكما وهو الآن متباعد عنك قد ترك هذه العلاقة ورحل وأنت تشعر بغيابه بالضيع ولكنك تحاول أن تحاسب نفسك أتقف مع نفسك لماذا هذا الأمر كان لماذا هذه الفترة تباعدنا عن بعضنا فيها وأنت الآن في موقف قوة وسيطرة وسيطرة على نفسك ما أرى في هذه البطاقة أنت لا أظهر لهذا الحبيب بأنك تفتقده وبأنك حزين على بعده لأنك كما ترى بأنه يعيش حياته مشاعر الحبيب هو يحبك ويفتقدك ويراك أنت إنسان طيب القلب كريم مع حنون بسيط تحبه بكل صدق وهو أيضا يريد أن يقدم لك كأس المحبة الذي أنت تستحقه نوايا هذا الحبيب هو كما قلت هو ينوي هو ينوي أن يقدم لك كأس الحب هو يحبك كثيرا ويفتقدك ويريد أن يكون معك إذا كان هناك أي اختلاف أو خلافات بينكما ربما تكون اختلافات مادية ربما اختلافات عائلية اختلافات بسبب عمل بسبب مشاكل حصلت في العائلة هو يريد أن يقدم لك هذه المصالحة إذا كنتما متخاصمين ولكن نواياه لهذه الفترة هو يريد أن يكون معك غامض وهو يريد أن يحتفظ بهذه الأسرار بأسرار في حياته هو لا يريد أن يكون معك ويقول لك عن كل شيء في حياته هو ربما يخبئ شيء معين ربما يخبئ بأنه في علاقة ثلاثية مع أحد ولا يريد أن يكون يبوح لك بهذا ربما يريد أن يكون معك وربما يريد أن يكون مع الشخص الآخر أيضا بنفس الوقت وهذه هي أطوطه القادمة هو لا يريد أن يبوح لك بالخفايا الموجودة في حياته أو بالأشياء الغامضة التي هي موجودة في حياته ولكنه يريد أن يقدم لك كأس المحبة الذي تستحقه هو يريد أن يكون معك احتمال بأن هذه العلاقة تكون لأشخاص جدد فهو إذا كنت أنت أيها الشخص متعرف على شخص وأنت تحبه كثيرا وهو يحبك وتجد بأنه يحبك ولكنه لا يظهر متباعد ولا يظهر الحب لك فهو ينوي أن يكون معك لأنه يحن جدا وهو كأنه يراك وكأنه يعرفك منذ زمن بعيد وهو يراك أيضا أنت المناسب الوحيد له هو ربما يكون في علاقات أخرى ربما يكون متعرف على أشخاص كثيرين ولكنه هو يجدك أنت الشخص الوحيد المناسب له وهو يحبك كثيرا ويريد أن يتقدم لك بخطبة إذا كنتما في علاقة جديدة ويقدم لك كأس المحبة وإذا كنتما على خصام كنتما في زواج وكنتما في خصام ودخل بينكما بسبب طرف آخر كان خصام بينكما بسبب طرف آخر هو يريد أن يعود إليك يعود إليك ولكنه احتمال بأن يريد أن يخبئ عليك بأنه مرتبط أو مع شخص آخر ولكنه يريدك بنفس الوقت نتيجة لهذه القراءة هو يريد حتما منك الزواج وإن كنتما كما قلت في خصام هو يريد العودة والإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا وعمل أن يكون معك في أسرة وفي عائلة وتكونان في أسرة سعيدة مع أطفال النصيحة لهذه القراءة تقول لك أن تكون متدل أن تحاسب نفسك وتكون في وحدة مع الله وفي وحدة مع النفس وأن تحافظ على هذه النعمة الكبيرة التي أنت فيها الآن أو التي ستكون فيها مع هذا الشخص لأن هذا الشخص هو الشخص المناسب الذي سيكون ركيزة لحياتك في المستقبل وهو من حيث مبدأه مناسب لك جداً أنا أراه لنأخذ نصيحة تقول لك البطاقة خفف من عنادك لكي تحصل على نتائج أفضل فأنت ربما تكون مع هذا الشخص أظهرت عنادك بشيء معين معه وتقول لك هذه البطاقة خفف من عنادك فأنت ستحصل على نتائج أفضل بإذن الله أنت ستحصل على ما تريد بإذن الله نصيحة أخرى لا تحزن في القادم أفضل أنا أراك في هذه البطاقة أنك ربما تكون مكتئب وحزين ومبتعد بهذه الفترة أنت تحاول أن تسيطر على عواطفك ومشاعرك ولا تريد أن تظهر له حقيقة مشاعرك لأنك مكتئب من جراء أمور قد حصلت معك في السابق أو من جراء أمور اجتماعية أو مادية أو عاطفية أنت مرقت معك مع هذا الشخص ولا تريد أن تستمر فيها ربما بسبب أيضا علاقة ثلاثية كما قلت ربما أنت في موقف محرش مع هذا الشخص أنت تريد أن تكون معه ولكن ربما تعلم أو ربما تكون هذه مشكلة لا تعلمها حتى الآن هو ربما يريد أن يخفي عنك بأنه في علاقة أخرى أو يريد أن يخفي عنك شيئا عن حقيقته وعن حياته لا أعلم ما هو بالضبط لنأخذ نصيحة من الرومانس أنجل تقول لك هذه المطاقة افتح قلبك للحب وافتح مجال الأخرين بأن يقدمون لك الحب ربما تكون هذه المطاقة تدل على أنك خائف من شيء وخائف من الحب وهذا تظهر لي في هذه المطاقة ربما أنت خائف ومتباعد ومكتئب بسبب مواقف سابقة بينك وبين هذا الشخص أو بسبب حب قديم كان في حياتك وأنت الآن خائف من أن تتكرر معك ما حدث معك في السابق لنأخذ نصيحة أخرى تقول لك هذه البطاقة هناك اختلافات عائلية اجتماعية أو دينية بينكما ربما هذه الأمور التي يريد أن يخبئها عنك هذا الشخص بسبب أمور اجتماعية أو دينية أو اعتقاد معين في حياته لا أعلم ما هو لكن هذه القراءة أرى بأن هذه القراءة مبشرة بالخير شكرا لكم موليد برج الجوزاء على هذه المتابعة اشتركوا في القناة